أرحب عبر خدمة زوم بالخبير التربوي المهتم بقضايا الأسرة الأستاذ محمد الفرقي حياك الله أستاذي مساء الخير أهلا وسهلا الله حييك سعى النور الله يحييك الله يسلمك إن شاء الله يا رب أستاذ الكريم طبعا نحن نعرف الإسلام كرم الطفل ودعه للرفق به وتأديبه وأيضا تعليمه بل بداية من اختيار اسم حسن وجميل ونبدأ معاك بالحديث عن مكانة الطفل في الإسلام أولا بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشكركم على هذه الاستضافة فليس مستقرب عليكم في هذه القناة الفاعلة النشطة التي بتوجه برامج هادفة ومستهدفة للأسرة في تربية نشأ على ما يعود عليه بالنفع في نفسه وفي مجتمعه وفي أخلاقه وفي تعامله مع الآخرين وأنتم محستم على الصبق ما شاء الله في الإمارات في مثل هذه البرامج رائع جدا الله سلمك يا رب ولا شك أن الإسلام حرص جدا على تنشأ الطفولة والطفل تنشأ سليمة تنشأ مباركة في جو أسري ملائم وبدأ الإسلام في حرصه في أول نقطة في كيف ننشأ أو ينشأ هذا الطفل في اختيار الزوجة أو اختيار الأم سيدة أحسن اختيار الأسرة التي تعود بالنفع على هذا الطفل في مبدأ حياته واختار له أم مباركة وطيبة وأسرة مباركة لا شك أنه سينشأ تنشئة مباركة وينشأ وناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده أبوه فالاختيار مهم جدا في مثل هذه التربية التي تعود بالطفل أو يعود بالخير على هذا الطفل أكيد فعلا أستاذ محمد يعني الطفل دايما يتعلم من والدينا ومن أسرة بعد كل ما يتعلق بالحياة بشكل مباشر شو هي يعني شو هو السن اللي نحن مفروض نبدأ معه بتعليم الطفل مبادئ الأخلاق من أي سن؟ والله التدرج الطفولة أو العمر التدرج العمر للطفل أو المرحلة العمرية تعرف أن بداية الولادة وما الولادة وما شابه ذلك الطفل لا يشعر ولا يفقه بمثل هالأمور ما يميز خلاص إلا إذا بدأنا يعني قد نكون نبدأ مثلا من سن الرابع أو الخامس يبدو الطفل يميز حتى نجد بعض الأطفال في مثل هذه المراحل العمرية يجي شوشرة أو عنده الأسرة في بعض الأطفال قد لا يميز السمع قد لا يميز شيء من هذا الأمور فيبدو أن يبحثون عن التوجيه الطبي حتى يفقهون هل هذا الطفل يسمع ولا ما يسمع أو تسمى البرامج التربية الخاصة وما شابه ذلك نعم فقلنا مثلا خل نبدأ من سن إذا أردنا أن نبدأ بالتعميق النفسي والروحي قل نبدأ من سن الدراسة ومن سن السادسة حتى يبدأ الطفل يميز جيدا بما يطرح عليه جميل طيب كيف لنا أن نمنح هذا الطفل الفرصة لأنه يشكل قناعاته بمنح قدم له طبعا من معلومات شوف الطفل سريع الدكاء الأطفال فيهم دكاء عجيب جدا ولذلك في مثل هذا الأوقات الآن يعني تجدني أحيانا لما أزور بعض المدارس في مراحل عمرية صغيرة تجد الطفل الآن في الأول الابتدائي وفي الثاني الابتدائي قد يفوق معلمه في التكنولوجيا بل قد تجد الطفل أحيانا في الرابعة وفي الخامسة يفقه أشياء في التكنولوجيا وفي الجوالات وفي البرامج الكمبيوتر أكثر من أبيه ومن أمه فالطفل ترى يميز الآن في المراحل هذه نبدأ كيف نعمق أن يوجه التوجيه السليم أن يوجه توجيه يستفاد منه سواء في برامج سواء يعني تخيلنا حتى بعض الأطفال حتى في سن مبكر حتى قبل سن السادسة يبدأ يحفظ القرآن ويبدأ يميز الآن أنه قد تجد بعض الأطفال يصر سيد السادسة ويحفظ القرآن قد يقول بعض كيف في سن مبكرة ذكاء نبوق مبكر طبعا أستاذ محمد يعني في وايد أهالي نلاحظهم أنهم وايد وضغطون على عيالهم الصغار يعني فأبا عرف منك يعني شو الخطوات اللي المفروض يتبعونها خلال تعليم الطفل حتى أنه ما يحملون أكثر من قدرته على الاستيعاب قتل البراءة هذه المصيبة الآن دع الطفل يعني يتمتع بطفولته دعه يأخذ حريص في طفولته وباقي الصغير يستمتع بالطفولة ولذلك دائما في مثل حالات هذه هي القدوات أقلت أننا نتعامل مع الطفل بالقدوة في الأسرة سواء في مع أبيه مع أمه مع أخوانه كلما ميز الطفل قدوات أمامه سوف يطبق لذلك تجد أحيانا بعض الألعاب بعض الأشياء تجد عند الطفل قد يمارسها خطأا لكن لما يرى الأب والأم والأخ والأخ يمارسون صح يأتي يتبع ذلك ويمارسها ولذلك نقول لا تقتلون براءة الطفولة دعهم يعيشون هذه الطفولة حتى يصل إلى مرحلة الدراسة أو مرحلة ما قبل الدراسة بقليل حتى يميز بعد ذلك جميل على طار التمييز أستاذ محمد يعني كيف لنا أن نوصل مسألة الحلال والحرام والأوامر التي هي فيها نهي للطفل الطريقة والعمر المناسب لأنه مع أن العمر تختلف سبحان الله من أطفال من ثلاث سنوات وست سنوات ممكن يكون أبو ثلاثة أو أربعة نابغة أكثر من أبو ستة ولكن أكيد هناك دراسات علمية عندكم هو الطفل في المرحلة هذه لا يميز بين الحلال والحرام يعني الطفل في هذه المرحلة ما يعرف حلال ولا حرام ولذلك الدين ما تفرض أن يكون على هذا الطفل ولا هذا إلا إذا بلغ سن البلوق يفرض عليه بعد ذلك الصلاة والصيام والأحكام الشرعية أما قبل ذلك فليس لا يحمل ولا يعني يجاز بذلك ولكن نأتي في هذه المرحلة مرحلة إرشاد مرحلة توجيه مرحلة كيف نوجه من الصواب هل هذا صح هل هذا غلط هل هل إلى غير ذلك ولذلك يشوف يعني في أشياء جميلة جدا في حياتنا أنا في أسرنا يعني جميل بعض الأسر التكاتف الأسري التأقلم الاتحاد الأسري داخل الأسرة كلما كان جو الأسرة جو رايع جو مهيئ جو جميل في الاختلال حديث حتى كان في اختلاف لكن جو حضري أو جو متحضر في ذلك هينشأ الطفل تنشئة طيبة لكن إذا كان هناك صراخ وخصام ومشاكل أسرية وإلى غير ذلك هنا بدأ يشوش على عقل الطفل في ذلك الاستقرار نفسي جدا للطفل في أسرته فعلا فعلا أستاذ محمد يعني في بعض الأطفال لما نشوف أنهم مثلا إذا صار أو وصلهم توجيه من الأم أو الأب تشوف أنه يعاند أو ما يعني ما يستجيب الأهلة فيلجأ الأهل تقريبا ليعني يعنفون الطفل أو يعطونا مثلا يعني مش اسمه لا عقاب أو يعنفونا ويعقبونا بشكل توبيخ سيء يعني أو توبيخ عنيف أو كلمات جارحة فكيف يعني نحن نقدر نتعامل مع أخطاء الطفل وعدم استجابته لتوجيهات الأهل هو أحيانا قد يكون هناك الطفل عنيد ودائما أنا أرى أن الطفل العنيد هو فيه ذكاء كيف ننمي هذا الذكاء فيه لو وجهناه التوجيه السليم إلى بعض البرامج بعض الأشياء هذا الطفل العنيد حيكون يسلك معنا ولذلك من الأخطاء أنك تجازيه بالضرب إذا أخطأ مباشرة بعض الأسرة لمجرد ما يخطئ الطفل العنيد يضرب لا أنت في مثل مراحل هذه عاقبه بألذ أو بأطعم الأشياء عنده في أشياء يحبها امنعها عنه مؤقتا حتى يعرف إيش سبب المنع الآن سبب المعنى الخطأ اللي أنت وقعت فيه لكن لا تأتي بالضرب لأنه قد تولد عنده حال نفسي بعد ذلك قد يكون عدائي صحيح قد يدخل في دوامة العدائية والمشكلة قد تجد يكسر الأشياء في البيت ليش؟ لأنه تولد عنده شعور عدائي العنف يولد العنف أو العنف إذا وجدته عنيد أو إذا وجدته من هذا الأمور سبحان الله أنا لم أرى مثل الحظن لما يحضن الطفل ويحضن عليه تأثير كبير أو يقدم له هدية أو شيء من ذلك أو يقير الجو الداخل اللي عنده هالعداء اللي عنده سبحان الله حينقلب إلى إيجابي بدأ ما كان سلبي حينقلب إلى إيجابي لكن أن تضرب وأن تشتم وأن تسخط حيولد فيه عداء أكثر من ذلك ولذلك أنا أعرف بعض القضايا وبعض المقاط هذه اللي ولدت عند الطفل الأطفال التوحد قد يكون الطفل السليم أصلا نعم سهير لكن مع مشكلة الضرب 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 يصاب التوحد قد يدخل في مراحل التوحد وقد تتفاجه الأسرة في هذا يعني أنا أعرف بعض الأطفال ما كانوا فيه شيء لكن من الشدة ومن الضرب ومن الضرب وإلى غير ذلك أصبح عنيد فدخل في مرحلة التوحد وعباب التوحد عدباب كبير جدا وآخر أكيد أستاذ محمد إذا ذكرنا في رأيك أو حسب ما أيضا استخلاصها العلم أي الأوقات أو أي الأعمار التي تناسب أن نحن نوكف لهذا الطفل مهمات بسيطة لفهم الموضوعات وأيضا استخلاص النتائج منها والله يا سيدي أحيانا قد تجي الطفل في الرابعة قد يستوعب نعم وقد يكون مميز ولذلك تجد بعضهم يحفظ القرآن أو أنه ينجز فيه شيء يعني فاق سنه فاق سن الذكاء عنده نعم فتجد يتميز فيه يعني بعضهم قد تعطيه للقصيدة أو أبيات شعرية أو شيء تجده بسم الله ما شاء الله يحفظه حفظه سريع صح وبالمقابل قد تجد واحد في سن السادسة والسابعة لا يجد ذلك هذه هذه يمكن نتحدث عن مهارات وقدرات يعني هذه سبحان الله موهبة من الله ولكن نحن نتكلم بالعموم يعني الأعمار التي تناسب هذا العمل أنا أرى أن من خلال بداية ما قبل الدراسة أو المرحلة الروضة يسمى مرحلة الروضة هي المرحلة العمرية التي سوف يستفيد منها الطفل هذا جميل في التعليمات أو في ماركة بعض الأشياء التي تعود عليه بتنمية الذكاء في ذلك نعم ما قبل الدخول إلى المدرسة نعم أستاذ يعني أنت ما شاء الله عليك شرحت لنا بعض النقاط التي نحن لازم نحرص عليها في تربية الأطفال لكن نحتاج منك تلخيص سريع النقاط التي نحن نحن نحافظ عليها ونهتم فيها في مرحلة تربية الأطفال دائما يقولون عندنا في بعض الأسر فيهم حنية زائدة نعم وبعضهم تحصل فيهم شدة زيادة بعض الوسطية في ذلك جيد ولذلك الله عز وجل وقد عناكم أمة من وسطة خلونا نتعامل مع أطفالنا بهدوء نتعامل مع أطفالنا بحب لذلك التربية بالحب لها دور كبير جدا الطبطبة على الصدر يعني أنا أول نقطة أتمنى أن تعمق في الأسرة هي أسرة الحب نعم احضن هذا الطفل حبب إليه احضنه حتى ولو أقطع تعال احضنه وبيل الخطة اللي عمله نعم فأنا أرى أن أول نقطة من هذه هو الحب بعد ذلك القدوة الأب والأم يكون قدوات لأطفالهم صحيح لأنه تخيلوا أن في الأسرة مثلا الله يحفظنا إياكم وكرم إياكم جميع الأب يكذب والأم يكذب والأخ يكذب يكذب في تمرس الطفع الكذب مجرد أي موقف عنده يكذب فيه عادي لكن لو عرف أن هناك الصدق تعامل بالصدق حتى لو جاب العلبة أو جاب القارورة أو جاب لك أي حاجة حيصدق معاك أنا أخذت من المكان الفلاني أو أخذت من الجزء الفلاني لكن لو تعلم الكذب هذا قد يقع في أي خطأ آخر فالحب القدوة في ذلك مهم جدا ثم دائما جوه الأسرة جوه الأسرة رائع جدا تتمثل فيها المودة والرحمة والعطف والحنية والحنان ولم أرى مثل الأم حنيتها على أطفالها وتوجيهم في ذلك الله يبارك لك أستاذ الكريم كل شكر لك الخبير التربوي والمهتم بقضايا الأسرة لأستاذ محمد الفلقي شكرا لك كل شكر لك الله يعطيكم العافية وأنا صراحة شاكرا لكم مستاء الإمارات وكم نسعد جدا ونتبسط ونفرح لما نشوف هالجو الرائع في الإمارات هالأخوة وهالمحبة يعني شيء جميل جدا أنتم تميزتم بهذا من شعوب كثيرة جدا ونحن دائما سعداء بلقائكم والتعرف أيضا والاستفادة من علومكم شكرا لك أبدا أخوانكم ما نجل لم بعد من طالعهم الله يحفظك إسلام